أنا سألككم سعول مبدئياً كده الأهلي وبيراميدز بيراميدز من جاي من البيت تعالى لعب مباراة سوبر ومباراة مهمة ومباراة بطولة النادي الأهلي في المواجهة عشان بس برضه بحدش واخد باله من الكصة دي لو راجل اللي اسمه مارسي كولر دوت بيحضر لمواجهة الزمالك ومواضع الكوف في الزمالك ومواضع الضعف في الزمالك فاجأة قالوله خد بيراميدز بدل الزمالك فهي المواجهة فنياً فيها خلل تيكتيكي سريع يعني محتاج شغل كبير قوي من كولر وشغل كبير جداً من باشيكو قبل هذه المواجهة في رأينا لو أن هي المواجهة تبقى أصحب على باشيكو طبعاً طبعاً مفيش خلاف فريقه خرج من بطولة الكنفترانية دي الجزء المعنوي كمان عنده ما كانش عابل في حسابات مباراة يعني كولر طبعاً آه بيحضر للزمالك بس هو بيحضر لمباراة كبيرة وعدين جالوا بيراميدز مباراة برضو كبيرة طبعاً فيه اختلاف ولكن هو لسه مواجه بيراميدز في الكاس وبراميدز هي مواجه الأهلي في الكاس أنا أتكلم على التحضير نفسه الفني اللي هو النقطة أنا حلعب الخطة إزاي هعمل إيه تاكتيك حاجة دي نقطة متاخدش وقت كبير من كولر إلا ما باتشيكو وفريقه بيراميدز هو كان براج المتش أساساً تجيب على لعب متش ممكن عمل بدانية تكون مؤثرة أكتر على بيراميدز وخصوصاً أن المباراة فيها وقت إضافي كمان يعني لو فيه تعادل حيبقى فيه وقت إضافي أنا هو جاي من جنوب أفراقيا من يومين وخسران كنفضاياً عنده مشكلة بدانية وعنده بالتأكيد مشكلة معنوية وعنده مشكلة معنوية تالتة أنه آخر المباراة بينه من الأقل في نهاية الكاس فهو خسرانة ففيه ثلاث ضغوطات عليه في هذه المواقف دي أكبر وفي نقطة فيه ناس بتتكلم داماً على موزج الدنمارك اللي هي كانت جاية من البيت دي سكت بوله من شوية 92 بس هي فيها اختلاف شوية أنت ما بتيجي تلعب بطولة فبتبدأ تاخد ماتش ماتش ممكن تخش أجواء البطولة إنما تيجي تلعب مباراة بطولة دي كان ولكن الأهمية نفسها عند بيراميدز هتبقى كبيرة أكبر من الأهل الأهل مثلاً هي بطولة السوبر هي البطولة مثلاً سيء الأهل اللي بيلعب على دور الأبطال أفريقيا والدوري أكبر بطولتين فيه اختلاف التخيم بينهم يعني فيه ناس بتبص كل نادي سعب بقليئ أهدافه يعني ممكن السيتي مثلاً عنده دوري الأبطال أهم من الدور صح يعني فيه أن ديما بيبقى غياب عنها زي ليفربول بسا كان يتشوق للدوري وهو كمحاق دور الأبطال بارتين كنت حاضر كنت حاضر مؤتمر صحف المحمد صلاح في 2018 سألوه أنت عايز تاخد دوري الأبطال ولا الدوري قال لهم أنا بحب دوري الأبطال بس جبال ليفربول ما عايزة الدور أيوة بيختلف يعني دايما أنا في رأي أنا أقف وأبطالتين أي نادي بيلعب عليهم دور الأبطال والدوري وبتختلف بقى هدف النادي صح إذا كان من وحشه البطولة أكتر وكذا وبعدهم بيجي الكاس وبعدها السوبر صح طيب فالبطولة بنفسها بنهميةها للأهلي تيجي أقل طبعاً كان ستبقى أكبر لهو بيواجه الزمالك لأن مواجهة الفريقين الكبار لها حسابات معنوية صح برامز بالنسبة له البطولة أول بطولة في تاريخ النادي هي مكافئة خمس سنين الأهمية عند برامز أكبر صح يعني أهمية المباراة والدوافع النفسية عند برامز أكبر ولكن فنية نزي ما بقولت كده أن الأهلي حيكون داخل المباراة بأفضلية فنية وبدنية صحية وأعتقد أن أفضلية الأهلي في الدوري أصلاً الفنية أكبر كتير من برامز وأفضلية وبقى البدنية كمان هتكون حسمة فأنا في رأيينا أن الموتش هيبقى في المتناول الأهلي بشكل أكبر إلا طبعاً أن الكرة فيها 90 دقيقة والتفاصيل وكذا ولكن أنا شايف أن المباراة أسهل الأهلي كتير من برامز